مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم العديد من الدول والبلدان عملت مع الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمن أحد الأهداف خلق بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال فرنسا قطعت خطوات كبيرة في حماية الأطفال على الإنترنت من خلال مبادرات رئيسية حيث فرضت رقابة الأبوية للوصول بسهولة للأجهزة المتصلة بالإنترنت كما أن هناك تركيزا قويا على منع التنمر الإلكتروني مع وضع البرامج التعليمية والتدابير القانونية لمعالجة الأضرار المختلفة عبر الإنترنت التي تؤثر على الأطفال بما في ذلك التعرض للمحتوى الضار عبر الإنترنت وتواصل روسيا تعزيز جهودها في حماية الأطفال من التهديدات الإلكترونية من خلال تصفية المحتوى والتحقق من العمر وتجريم التنمر الإلكتروني ومحو الأمية الرقمية بين الأطفال والآباء وتنظيم المحتوى وسجل الحظر الموحد ورغم وجود مجالات للتحسين في الأوروكوي فإن التشريعات المحددة التي تستهدف حماية الأطفال على الإنترنت بشكل مباشر قد تكون محدودة إلا أنها أيضا قطعت خطوات واسعة في معالجة حماية الأطفال على الإنترنت حيث تعالج استغلال الأطفال كما أحرزت تقدما كبيرا في سد الفجوة الرقمية مع مبادرات توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأطفال وفي كوريا الجنوبية تقدم المدارس برامج تعليمية حول الاستخدام الآمن للإنترنت من خلال قانون الحظر الليلي والذي يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من الوصول إلى ألعاب الإنترنت من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا بهدف مكافحة إدمان الألعاب بين الأطفال كما تقدم مراكز متخصصة لدعم الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال عبر الإنترنت أما كندا فتركز على حماية الأطفال من خلال مجموعة من التشريعات التي تحكم الخصوصية والأمان على الإنترنت بالإضافة إلى برامج توعوية تهدف إلى تعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول وتوفير موارد تعليمية وأدوات لحماية الأطفال من المخاطر على الإنترنت وفي نيوزيلندا يتم التركيز على محو الأمية الرقمية وتعليم السلام عبر الإنترنت في حين أن التشريعات المحددة قد لا تكون بارزة فقد استثمرت نيوزيلندا بشكل كبير في تثقيف الأطفال والشباب حول السلامة عبر الإنترنت وذلك من خلال البرامج المدرسية وحملات التوعية العامة دولة الإمارات أطلقت مبادرة السلامة الرقمية للطفل بهدف رفع مستوى الوعي بين الأطفال وطلبة المدارس حول التهديدات والتحديات الإلكترونية وتعزيز الاستخدام الآمن والبناء للإنترنت وذلك من خلال معسكر تفاعلي للأطفال ورش عمل تدريبية ومنصة دعم للإجابة عن الاستفسارات العاجلة من الآباء بشأن السلامة الرقمية اليونيسكو تعمل مع الدول لدعم سياسات التعليم الرقمي التي تعزز من الأمان للأطفال وتدعم تطوير مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول فالمبادئ العامة للتعليم والتنمية المستدامة التي تدعمها اليونيسكو تلعب دورا في تشكيل السياسات الوطنية المتعلقة بالأمان الرقمية مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لعدد من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول بهدف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وخلق بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال نشكر لكم طيبة المتابعة